السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم على قناة وي سمارت اليوم رح نركب كبسات ماستر للتحكم بكامل المنزل رح يتم تركيبها مكان الكبسة الموجودة أمامنا وهاي العملية كلها رح يتم عن طريق شيلي آي فور الكبسة هاي بتتحكم بسبوتين من آيكيا وجودين بالصقف وهدول السبوتين بعملوا بنظام زيكبي ومتصلين مع الهوبيتات ولازم ما يتم قطع الكهرباء عنهم نهائيا إذا تم تحويل هاي الكبسة إلى وضع الأوف رح تقطع الكهرباء عن إضاءة الزيكبي ورح تضرب شبكة الزيكبي عندي في المنزل بسبب هذه الحركة فمن مصلحتي إنه ما يكون فيه أدالة تحكم في الإضاءة هاي بشكل مباشر خلينا نحل هاي المشكلة ونضيف كمان كبسات ماستر مع هاي الكبسة عن طريق شيلي آي فور في الداخل باللون الأسود عندنا الخط البارد متوفر عندنا السلك الأحمر هو الخط الحامي وعندنا السلك الأخضر هو اللي بوصل الكهرباء للسبوتات ويسمى راجع للسبوتات الآن رح أفك الكبسة بالكامل من مكانها الآن رح أركب الكلمن على الخط الحامي ورح أوصل الخط الأخضر اللي هو راجع اللمبة معاه بشكل مباشر على الكلمن عشان يوصل التيار بشكل دائم إلى هاي السبوتات وننهي مشكلة قطع الكهرباء عنها الشيلي آي فور هي الإصدار الجديد من الشيلي آي ثري شرحنا عن الشيلي آي ثري بشكل مفصل في فيديو سابق رح يكون رابطه موجود في الأسفل أهم نقطة رح نحكيها عن الشيلي آي فور إنه هادي مش ريليهات هاي سويتشات وأهم ميزة في الشيلي آي فور عن الشيلي آي ثري نصار فيها أربع سويتشات ومبدأ عمل الشيلي آي فور إنها هي ريموت كنترول على الكهرباء كأنها عبارة عن أربع شيلي بوتن نفس الموجودة أمامنا الآن ورح توضح ألية عملها أكثر خلال الفيديو رح أركب الشيلي آي فور على أربع مفاتيح المفتاح الأول هو مفتاح زنبرك المفتاح الثاني هو سويتش عادي والمفتاح الثالث هو عبارة عن مفتاح أباجور زر لرفع الأباجور وزر لتنزيل الأباجور باعتبارهم مفتاحين بالنسبة للشيلي آي فور رح أباشر الآن بعملية تجميع الشيلي آي فور على هاي المفاتيح أول خطوة رح ندخل على المفاتيح سلك حامي وبعدها رح نعمل جنبر بين المفتاح الأول والمفتاح الثاني عشان يوصلوا التيار الكهربائي ورح نكرر نفس العملية بين المفتاح الثاني والمفتاح الثالث وهيك رح نكون وصلنا الكهرباء للمفاتيح الثلاثة جهز الشيلي آي فور بأربع أسلاك سلك على كل سويتش ورح نركبهم الآن على المفاتيح وهيك صار عنا سلك من السويتش الأول إلى الشيلي آي فور من السويتش الثاني أيضا من مفتاح الأباجور عنا سلك من زر الرفع للأعلى إلى الشيلي آي فور وسلك من زر تنزيل الأباجور للأسفل إلى الشيلي آي فور تبقى علينا فقط نضيف سلك بارد وسلك حامي على الشيلي آي فور وهيك بتكون جاهزة للتركيب في مكانها خلينا نركبها الان في مكان التركيب احنا مجهزين للحامي والبارد بشكل مسبق فقط علينا نجمع الاسلاك في اماكنها من داخل تطبيق شلي رح يظهر عندنا اربع سويتشات لكن هاي السويتشات لا يمكن التحكم فيها من خلال التطبيق فعليا احنا مناخد فقط اشارة من المفاتيح انه تم الضغط عليها لو ضغطت على المفتاح رقم اربعة لهو على اليمين رح يظهر عندي مباشرة انه صار بوضع الان على تطبيق شلي اما المفتاح الثاني مجرد الضغط عليه رح يتحول الاسويتش الى ان ورح يبقى في وضع الان لانه المفتاح من النوع العادي وبالنسبة لمفتاح الابجور الزر الاعلى رح يحول الاسويتش الى ان والزر الاسفل ايضا رح يحول الاسويتش الى ان مجرد إزالة أصبعي عنه رح يرجع إلى وضع الأوف لأن المفاتيح الآن على تطبيق شلي بوضع السويتش في حال حولنا على سبيل المثال المفتاح رقم أربعة إلى وضع البتن رح تتغير الصورة الآن رح يصير المفتاح الآن يدعم ثلاث حركات ضغطة قصيرة وضغطة مزدوجة وضغطة مطولة رح تظهر معنا هاي الحركات أيضا على تطبيق شلي كما هو ظاهر أمامنا الآن أي حركة من الحركات هاي بإمكاننا نحولها إلى وعلى أنظمة مختلفة خلينا نجرب أول شي على تطبيق شلي رح نبدأ بمفتاح الأباجور ورح نعمل مشهد على هذا المفتاح بأنه إذا ضغطنا الزر للأعلى رح يرفع جميع أباجورات المنزل ومشهد آخر رح ينزل جميع أباجورات المنزل إذا ضغطنا على الزر المتجه للأسفل أنا جهزت هاي السين بشكل مسبق علي فقط تفعيلها الآن ورح نجربها مباشرة الآن رح أضغط على المفتاح العلوي ورح ترتفع عندي كل الأباجورات في نفس الوقت بضغط الزر وفي أي وقت لو ضغطت على المفتاح المتجه للأسفل رح تنزل جميع هاي الأباجورات كما هو ظاهر أمامنا الآن والآن خلينا نجرب المفتاح رقم أربعة رح نجربه مع مساعد أمازون ورح نعمل روتين على مساعد أمازون إنه في حال تم الضغط على هذا المفتاح رح تطفي الإضاءة كاملة في المنزل رح نروح على روتين في مساعد أمازون ورح نختار إنه في حال تم الضغط على المفتاح رقم أربعة إنه ينفذ الروتين التالي في الأكشن رح نحط Turn off all lights ورح أختار مساعد أمازون الإيكو بلس ينفذ هاي المهمة خلينا نجربها مباشرة رح أضغط على المفتاح الآن ورح يتنفذ الروتين بسرعة ممتازة جدا وآخر مفتاح رح نجربه مع هوبيتات وبدون ما نربط الشيلي آيفور على هوبيتات من الأساس خلينا نشوف الطريقة كيف رح ندخل على أبس بالهبيتات ومن هناك رح نروح على الرول ماشين ورح أختار Create New Rule ورح أسميها Carry Door Light في التريجر رح أختار Local Endpoint والآن رح أضغط على Local Endpoint URL وهذا بعطيني رابط رح أخذ هذا الرابط كوبي ورح أفتح الآن على الشيلي آيفور من خلال الإي بي أدرس الخاص فيها ورح أختار الانبوت تول موجود أمامنا واللي هو يعتبر المفتاح اللي ذكرناه في البداية اللي رح نستخدمه على هوبيتات وبعدها رح نختار Action ومن ثم Create Action ورح أسمي هذا الـ Action On ومن هون بإمكاني أحدد وقت لتنفيذ هذا الـ Action إذا كنت بحب أنفذه في أوقات محددة فقط خلال اليوم وهون رح أختار متى يتنفذ هذا الـ Action لما يكون حالة المفتاح On ولا Off وأنا رح أختار لما يكون المفتاح On وهون رح أحط الرابط اللي أخذنا من هوبيتات وهيك لما الـ Switch رح يتحول إلى On الشيلي رح تضغط على هذا الرابط وهذا الرابط رح ينفذ Automation على هوبيتات رح نعمل Save Action الآن ونرجع إلى هوبيتات رح نضغط على Done With This Trigger Event وكمان مرة رح نضغط على Done هيك حددنا لـ Trigger إنه في حال تم الضغط على الرابط رح يتنفذ Automation معين في Automation رح نختار الإضاءة الموجودة في الكريدور عشان نحولها إلى On وهيك منكون انتهينا من الرولز اللي رح تضويلنا هاي الإضاءة عند الضغط على الـ Switch والآن رح نعمل نفس هاي الرولز بالضبط لتحويل الإضاءة إلى وضع الـ Off عن تحويل الـ Switch إلى الـ Off خلينا نجربها الآن على الكبسة وعلى إضاءة الكريدور لو ضغطنا على الـ Switch الآن رح تضويل معانا الإضاءة بشكل سريع كأنه الكبسة هاي منتصلة مع الإضاءة ونفس الشي لو طفينا هاي الكبسة رح تضف الإضاءة بسرعة ممتازة جدا طبعا بإمكانكم تضيفه Automation على الضغطة المزدوجة والضغطة المطولة إذا كان المفتاح من نوع Zombrack هيك احنا بنكون جربنا الشيلي i4 على ثلاث أنظمة ومختلفة طبعا الشيلي i4 لا تدعم SmartThings هاي ملاحظة مهمة طبعا ممكن استفادي منها على الـ Home Assistant روابط الشراء رح تكون موجودة في الأسفل كالعالي إن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو إن شاء الله تكونوا استمتعتوا فيه لايك وسبسكرايب سلام عليكم